حث وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين جميع دول المنطقة على تجنب أي خطوات أو إجراءات من شأنها توسيع رقعة الصراع والعنف وقال بلينكين أن الولايات المتحدة تعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة لعدم التصعيد في المنطقة مشيرا إلى أن التواصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة لإنهاء حرب المنطقة وأشر إلى أنه سيتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني للدفع بشأن التوصل إلى صفقة وأضف أن قوة الردع الأمريكية في المنطقة هدفها حماية الحلفاء ومواجهة تهديدات إيران وأدرعها المسلحة في العراق واليمن ولبنان وسوريا